السؤال اللي انت سألته ايه رأيك في المنتخب؟ طبعا باستثناء خروج المنتخب بتلات نقاط من هذه المباراة كل العناصر الباقية سلبية كل العناصر بس قبل نخشف العناصر السلبية حضرتك هتتكلم عليها برضو ان سنة دية يعني دخل فيها برضو ظروف كورونا احنا عارفين ده كان برضو خارج الحسابات لكن انا بفتكر كان عندنا المفروض اجندة دولية في اكتوبر وتفتكر الكابتن حسام البدري تنازل شوية وده جي على حساب الاداء الفني بتنازل عن المعسكر في الاجندة الدولية في اكتوبر والتجمع اللي كان موجود هو طبعا بدافعا الاستكمال الدوري اثرت فنيا على الجزء اثرت على المستوى التجمع على المستوى التجانس ما بين اللعيبة في فترة الاجندة الدولية في اكتوبر بص هو اجهاز الفني واحد زي حسام البدري فكر كويس قوي ان معسكر هجمع فيه اللعيبة وممكن تلعب فيه مباراة ودية او حتى تجمع اللعيبة بس يعني لو كانت في ظروف كورونا ده منتش قدر تجيب فريق تقيل من افريقيا مباراة ودية لان اوروبا كلها كانت بتلعب مباراة شطر ودية في التجمع اكتوبر ده احنا كان فيه يوم فيه مية واثنين مباراة مية واثنين مباراة طوال عالم اه اه يعني تقريبا كل منتخبات العالم كانت بتلعب وحتى فيه بعض المنتخبات كانت بتلعب اوليمبي ومنتخب اول بيلعبه يعني عشان كده مية واثنين مباراة دي منتخبات اوليمبيا كمان فكان نشاط في كل الدنيا بس انت في وضعية ودي اللي قلنا عليه هنا لو ما كانش الدوري رجع كده مستحيل كنت هتعرف تلاقي لا فرقة ولا تلاقي الاهل والزمانك في النهائي ولا بذلال انك انت كنت عندك دوري كمان اللي ساعد عليه برضو عشان يكون فيه امانة في العرض اللي ساعد عليه ان لما الدوري خلص كلينيكيا ببدل فيه فخلى الفرق تبتدي بقى ايه تنوع في اللعيبة تعمل الروتيشن وابتدي المدرب يفكر انه يلعب بالنشئين والزمالك بالذات استفاد من الحكاية دي والاهل استفاد منها في الواخر الاهل يلعب برضو مجموعة ببيرة من النشئين وابتدت اللعيبة تاخد الفرصة وابتدت اللعيبة يخشوا في الفرمة بشكل كويس واستعدوا بشكل افضل حتى على استعداد البدني واستعداد النفس كان انا في رأيي ان انظام الدوري ونهاية الدوري قبلها بسبع سبيع ده حسم لصالح الاهل والزمالك على مستوى التحضير للمباراتين بتوع النص النهائي غير المغرب بص المغرب قبل الماتشاتنا بست ايام بالتحديد ست ايام كانت ايه نار نار في الدوري المغربي بيتحسم في الوقت بدل الضايع من مباراة الرجاء والجيش الملكي طبعا كان فيه فرق كبير بين اللعيبة المغرب ما لعبوش بالرتم بتاعنا وفي نفس الوقت هم كانوا مشدودين جدا لغاية قبل البطولات فحسام البدري فكر تفكرين اجمع اللعيبة واخدهم ولا يدعكوا في الدوري والمباريات ويخشوا في مباريات اكتر وعدد اكبر مباريات وكان كمان هدفه ان ما يجيش مثلا التجمع المنتخب ولسه فاضل 3-4 مطشاط فتلاقي بقى فيه مشاكل ان انت هترجع من المعسكر للمنتخب ده عندك 3 مصابين او كده فكانت الحزبة محسوبة صح حتى مع التأجيلات بتاع الدوري ابطال افريقيا ان انا خلص خالص على نهاية اكتوبر وده كان شيء يحساب له بصراحة يعني حتى احنا هنا في البيت الكبير قلنا ده يعني كابتن حسام فكر بشكل ايجابي اكتر اي حد ممكن يقوله انا مليش دعوة عايز اجمع فكان هيبقى فيه لغباطة في جدول الدوري وهيكون الاستفادة الفنية مش هتكون كبيرة لانه ممكن يلعب مباراة مع فريق ضعيف فالجزئية دي حسامها بشكل ايجابي